من جوه الفقاعة دي في فقاعة أصغر اسمها ان احنا هنعمل نهر وهنجيب مية للعاصمة الإدارية الجديدة في حين ان انت عندك ازمة مية أيضا طيب التقريب يقول ايه او بيطرح سؤال طيب يا جماعة هي المية بتاعة العاصمة الإدارية دي هتيجي منين ومين اللي هتحمل تكلفتها ودي نقطة مهمة جدا اول مرة حد نتكلم فيها بالتفصيل ده هو هذا التقريب تعالوا نشوف مع بعض كده المياه بتاعت العاصمة الإدارية دي هتيجي منين ومين هيتحمل التكلفة بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده الأدلة بتشير إلى أن الموازنة العامة ستدفع ثمن تأمين المياه للعاصمة ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية بتمول هدي المشاريع النهر الأخضر شبكات المصارف المصنع المائي محطات التحلية بيقولوا أن فيه عشرة مليار جنيه تكلفة تركيب تلاتة وتسعين ميل من خطوط المياه الراجل هياخد عشرة مليار جنيه هيروح يعمل بيهم خطوط مياه تلاتة وتسعين ميل من خطوط المياه في العاصمة الإدارية بعدين السطر الجاي ده هو أخطر سطر يسمح للعاصمة الإدارية الجديدة بالسحب مباشرة من مياه النيل بس أنا معلش نرجع شوي نرجع هنا شوي أنت عندك مشكلة في النيل آه عندك رقعة زراعية برأة تقل صحيح عندك سيناريو وخطر العطش أيوة الأمن المائي بتاعت مهدد أيوة أنت فاشل دبلوماسيا في التوصل مع إثيوبيا لحل آه ده أمر خلاص أصبح مسلم به نعمل إيه؟ نخلي العاصمة الإدارية تسحب من نيل طب معلش والله أنا راضي ضمير حضراتكم هل ده تفكير وطني؟ هل ده تفكير له علاقة بمصلحة البلد؟ بمصلحة الوطن اللي كانوا بيقولوا في مؤدمة الحلقة أنه مستهدف؟ هل يا جماعة لما يبقى أنت عندك فقر مائي كل الوزر أبتوعك بيأكدوا عليه وعندك فشل دريع في التعامل مع إثيوبيا في أزمة سد النهضة فتروح تعمل عاصمة إدارية جديدة تعمل فيها مشروعات أنهار هناك تسحب من النيل مباشرة طب ما دي خيانة يعني هذا الأمر لا يوصف إلا بأنه خيانة ده خيانة للأمن المائي المصري ده خيانة لألاف الفلاحين والمزارعين في مصر ده خيانة لكل مواطن مصري يعني لو أن التقرير ده لم يذكر إلا هذا السطر وأشار إليه بهذه التفاصيل فوالله ده يكفي ده يكفي دليل إدانة لعبد الفتاح السيسي يا راجل عندك كل المشاكل دي في المائي ورايح تخلي العاصمة تسحب من النيل مباشرة أنا لا أجد تعليق إلا أن هذا خيانة عظمى نرجع بقى للتفاصيل كمان طيب أنت عملت عشرة مليار جليا تكلفة 93 ميل من خطوط المائي وخليت العاصمة تسحب مباشرة من النيل صح؟ طيب تعالوا نشوف بقى التكلفة بتاعت الكلام ده قدي بيقول لك يا سيدي أنه في تكلفة مليار جنيه لجلب المياه من القاهرة الجديدة والعشر من رمضان لأنه المدينة بعيدة 32 ميل عن نهر النيل ونقل المياه مكلف فالحمد لله إحنا بنوصل المياه ب32 ميل بتكلفة عشرة مليار ولا مليار جنيه كمان عشان المسافة بعيدة وإحنا عايزين نعمل إيه؟ نوصل المياه فقرار مجلس الدولة عشان عمفتاح السيسي الكاذب المضلل اللي قال لك أن ما كلفتش خزينة الدولة مليم واحد تعال أشوف مجلس الوزراء قرر أن مشروع إيصال المياه إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو عمل للمنفع العامة يعني إيه عمل للمنفع العامة؟ يعني بيتمول من خزينة الدولة قرر مجلس الوزراء أن مشروع إيصال المياه هو عمل منفع العامة يعني تمويله من خزينة الدولة والاستيلاء على الأراضي من أجله يعني إحنا بنروح ناخد الأراضي وبينموله من خزينة الدولة بشكل مباشر طيب موضوع الموارد المائية وحصة مصر أو المواطن المصري من المياه بيقول التقرير برضو شوية معلومات مهمة في النقطة دي ولها علاقة بقصة هو بيصرف قد إيه عشان يعمل إيه بالمياه في العاصمة الإدارية الجديدة بيقول إيه؟ أنه بيوجه الموارد النادرة من أحياء القاهرة للعاصمة الإدارية الجديدة بيقول إن مصر تراجعت بالفعل إلى مدونة خط الفقر المائي لأمم المتحدة وده اللي أكدوا أحد الوزراء في حكومة مصطفى مدبولي الأسبوع اللي فات يبلغ الحد ألف متر مكعب للفرد نصيب الفرد في مصر الآن نصف هذا الحد طيب من المتوقع أن تنخفض الدولة إلى فئة شديدة الندرة خلال العقد المقبل في العشر سنين الجايين على ما يخلصوا العاصمة الإدارية الحمد لله مصر تنخفض إلى فئة شديدة الندرة في المياه مصر اللي عندها نهر النيل إن السيسي بيسحب منه للعاصمة الإدارية بدلا من المحافظة وترشيد الموارد النادرة للأسف الهيئة بتنشئ النهر الأخضر في العاصمة الإدارية الجديدة ترجمة نانسي قنقر